هنروح لي الحالة الأولى كاتن وإحنا بنتكلم القانون البعض يختلف معايا في أن الحاكم ما بيعادش نتيجة طغوط لا أنا بتكلم النهاردة في القانون كاتن نجي نشوف بس نقف هنا واحد إحنا قلنا الفور هنا بدخل كابتن علاء مع الحارس ده لو الحارس تقدم أثناء التنفيذ والكرة ما جاتش هدف أو صدها تعاد والفور هنا لا بد أن هو يدخل هذه الحالة أو هذا الدخول اللي هو أمام الحاكم تماما بنقول طالما في لعبي هنا لعبي الأهلي دخل ولعبي الرجاء دخل سواء الكرة دخلت المرمى أو ما دخلتش المرمى في الحالتين لازم أن تعاد طيب إمتى معيتش إمتى معيتش يا كابتن أحمد لو محدش من الرجاء خالص دخل وحد من أهلي دخل وبالتالي صدت الكرة هنا المخطئ لا يستفيد من خطأ ولكن تبقى من القانون لو لاعب من هنا ولاعب من هنا أثناء التنفيذ والكرة دخلت أو ما دخلتش الحاكم بأيدي الكرة فهنا أنا شايف أن هنا كان يجب عادة تنفيذ راكلة الجزاء اللي الكل موجود أمام الحاكم الحاكم الوحيد اللي هو مش مقتنع بدخول هؤلاء لعبي ودي حالة من الحالات اللي إحنا بنقولها تبقى من القانون البعض يرى أن الماتش وضغوطها وما قادرش يعيد أنا من شعر بالكلام ده مش متحمل ضغوط كحاكم ما تحكمش صح طمع كنت نعادل بس أكبر أو ما تحكمش